أهلاً وسهلاً صديقات الأصدقاء حياكم الله في هذا اللقاء الجديد أو العرض الجديد لبحثنا حول فتوى الدفاع الكفائي التي صغت حولها الأساطير حتى فاقت الأساطير التي كانت تقال عن التنطل وأعطوها بأنها مثل ما قلت لكم لو لاها لما بقي محيط يجري في الكرة الأرضية وما بقى عرض الانتهك والعراق لصار من مادوين وهي مجرد سطرين من واحد ورثه مكاناً بعد أن أتى بل 51 يشتغره خبازاً في العراق فرن ودتشته مرارات يرجع ورسنه لكن أحد ما عارفه منها كبصت أمه توسطت يم الخوي توسط يم الخوي قاله جيبه طب الحوزة وعدنا قسم داخلي نعم وخليه يدرس وبدأ يتعلم اللغة العربية بالبداية الرجل بائس علمياً يعني مدني ولا عيباً يشتغل خباز كادحي هذا شي جميل هذا رائع أنا ما جاي طعنا بس هاي الحقيقة لذلك ما عنده لكتاب حقائدي لكتاب فكري مثل الخوي مثل السبزواري مثل كما الحيدري مثل غيره من هؤلاء المشهورين حتى مثل خميني ولا حتى الحق الخامنة نهائياً ناس تكتم له ويحط عليها نطمغ يقول أنا ما يخالف ما أفق علي هذا كل ما عنده لا محاضرة لا كلام لا أبداً يعني المهم نحن هذا مو مجال الحديث لكن الذي يستوقف يصحب عقل وباحث ولم تستوقف أحداً عجيب ما أقول بس أنا صاحب العقل ليش إلها اسمين ليش جهات كفاءة ودفاع كفاءة لازم تنتبهون أنت أمام لغة مشفرة لغة كلها بالدهاليز وراها عقيدة مظلمة فأنت لازم ما تخلي كل شي فوت شوف هنا لك إسرار شديد خاصة من الولائيين هاي الملة لا أقول خلينا طح من الآن أنا لا أنا أحب كل شيء وشيعي كل سن وسنية كل كرد وكردية كل طرق ما نكون وعليا كل مسيحة مسيحة كل صب صب يا أقوى أهم أحزاء كل إلا الولائيين الولائي أو الولائية هاي أمة جايفة هاي ملة ملة جايفة تماما أنا فقط هذا وياهم وإلا راح تشوفون أنكو شغلات لازم واحد يقرح يا شيعة قصروا بتغير داعش لا هاي الشباب اللي قو حمود أخوة خاتمة اللي راح وتحت الأرض هذا 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 اللي يا بنت دليم بالقصيدة هاي هاي الناس راح منصدق يقاتلون راح منصدق حريص على أطراب أرض وسوى أن يمكن طلع السلسطاني أو تسوى الفتوه ويروح وجنودنا الأبطال وإحنا نعرف منه سوى النصر ومنه الحقيقة لكن احنا ذول الولايين أصحاب الجياف هذا اللي ما عنده كل شي ما عنده بحياته غير تاج راسك تروح لفدوة واحد هو ما يدر هو وعند هو القندرة من يقول أي شي يعني ما يدر شنو قيمته عند الواعين بالعراق المهم هاي المسألتين هاي الاسمين لازم يوقفون فحتى نفهم ليش نعود للرسم التوضيحي اللي هو اختصرنا بين فكرة الجهاد وقلنا متقاربة جدا بين الشيعة وسنة فننعود لهذا الجدول ونقف لنرى ليش زرقة هاي مسألة الجهاد الكفائي على الدفاع الكفائي صاحبها مصر لو تنقول بالدنيا ما يسميه جهاد كفائي لأسباب راح نوضحها وذولاك مصررين على الجهاد الكفائي لهذا ولاك غلطانين ولاه غلطان نعم باك ومصدر السستاني واحدة سرية واحدة علنية وسنة يتيح عليهم فهذا خلينا نشوف الجدوى لاتفاض هذا هو الرسم التوضيحي اللي سبق انعرضنا أرطيكم فكرة عنها سريعة هو شنو هذا لخص كل أنواع الجهاد وعلالها الشرعية وفق الدين الإسلامي وبشكل خاص الفقه الشيعي وهم هنا لا خلافة بين السنة والشيعة في هذا الجانب إذن هذا كما المعيار ينفعك شنو إذا صدرت فتوى من أي مرجع من أي مذهب سواء أن تتقراها بالتاريخ أو لعن تصدر وأنت موجود هاي تجي عليها الدليك هو على شنو استند شنو عليا الشرعية وليش اختار هذا يعني بتعبير آخر راح تشوف شلطة الدين وهذا الدين وهنا هذا ما جبنا جبنا من الدين الإسلامي لا من المسيحي ولا من يهودي ولا من غير دين فتشوف التزم بالدين لو ضرب عرض الحيط إذ قولوا شون يضرب على الحيط نعم هكو مراجع وفقهاء يضربون الدين بالطقاقية وعليهم نقد وعليهم ذمذمة بحاديث وبآيات وأذكر لمحمد باقر الصدر وقال بي جماعتنا هناك من يعطي فتاوى بازارية يعني حسب طلب السوق بيع وشرح حسب الدفع والتاريخ عندنا الوليد بن عبد الملك خليفة يسمونه أمير المؤمنين ضرب القرآن بشلاق وشققه وقال لاقيت ربك يوم وحشر ونفق يا رب ملزق الوليد نعم المراجع يضربونها بالقندرة كما الوليد الوليد السستاني نفس الشي يضرب ولا يدير باله رح نثبته يضربها بالطقاقية ليش الوليد علي من اعتمد اعتمد على القوة السيف وكثرة أتباع الهمج الذين هي أهل يعترضها من يسأل ليش اعترضت ونفس الشي لان السستاني باعتمد على المنشيات والسلاح والأدب السلسية والأدب السنة القدرة اللي يتابعون كل واحد نفس البس أذن بتعبير آخر خلنا قرب لك إياها قصيدة لشاعر ناقد شك هاية من وزن فلاني الشاعر يدعي لا من وزن آخر المصفقشية والمعجبين كلهم ميدين الشاعر الناقد معلي يروح للأبي يروح يرجع هناك يروح للفراهيدي يشوف شنو هذا البحر وشنو تفعيلته ناستيش يشوف شنو هذا الفتوى على أساس وشنو المنطة الشريفة عما الباقين يمع معهون ويصفقون خليص صفقون دولة غنم الأتباع والمعجبين هو راعي راعي هذا عينه ناس هو الدين وفق قواعد وشروط احنا نروح نشوفها التزم بالقواعد المفروضة على الراعي قالوا لا هاي تلتزم بيها من حينهم نرجع له لا هذه هي الموجودة وهذا اللي نجعلها اذا نختصر الجهاد عند المسلمين نوعين ابتداء ودفاعه ابتداءهم يبدأون بالهجوم والعدوان للذهاب لأقوام وأمم وبلدان واخرى لتغيير دينهم نجعلهم مسلمين وحدثهم يكون بالقوة اللي قاوم يقتل وهذا طبعا شروط احفاقناها لكن بمحفزات يختلف عن الدفاعي وهو انه بغنائم وبسبايا وأحيانا يكتفون يسمونه الجهاد الكفائي باعتباره هو محسوب كفائي فمو شرط يسموه ابتداءي أما الدفاعي ثلاثة أنواع وصاحبنا السستاني قال دفاع كفائي هاي المعلنة الفتوى العلنية ولم يأتي بكلمة جهاد طبعا نذكر تسمعون اثنين تقولون حكو ناس سميها جهاد كفائي ناس سميها حكفائي السستاني لغا يلفظ كلمة الجهاد هاي من أجلها يموت لأنها ستضرره كثيرا ورح نوضحها فالدفاع الدفاع وين اجه هذا الدفاع حد الثلاثة هل فعله عيني والعدو قد وطع هاي العلة اذا وطع العدو بلدك العدو وطع داعش دخلت الموصل والفتوى ورا يوم المحتلال ما سوى عيني هو ما يحتاج إذن سوى فتوى وما يحتاج فتوى حاليا بس يذكر إذن ضرب هاي القاعدة بالقندرة بدون أن يعطي الأسباب حال حال الوليد وهو كان يجب أن يكون هكذا والشيعة أصلا علماء الشيعة فيه من يؤكد على أن هاي يفرضها الوجدان والمنطق ما تحتاج حتى تروح تجيب أدلة والتعب نمسك لكن هو الرجل قلنا ووضحنا الأسباب قلنا الأسباب أنه لا يحمي أولاده ما يشترك بها وشذ عن المراجع الذين سبقوا يكون في مقدمة المقاتلين جبن وخوف ونعيم وفلوس النفط حمى أولاده وحمى الحبربشية الدائر مدائرة وابوكلاة واللي من زوجين بناتهم ونسايبهم دولا كي يوقعون على الشسم هنا على الأدبار سميها الأدبار يمرأس الحسين هو أنفل لهم النفط شنو يخلي تطلع فتوى حالهم حال والد الخايبك تطلع هذا هو العدل شنو يدعمون عايشين أحلى عيشة بالعالم أنا أنفلتهم النفط على بودة يموتون وكذلك الأدبسزية اللي صاعدهم للسلطة وهم أنفل لهم النفط وكانوا بطرق النعال هسا صارها مالتي ملياديرية زين صاعدهم بفتاوى على الغشمة قالهم انتخبوهم وطلعوا وابسد الفاسدين وسلت روحها منهم وصار محارب الفاسدين هذا يضربها بالقندرة زين هايش نحكب هاي اللغة نعم يضربون تم الوليد الثانية الاستعدادي كان يجب أن يفعله هو سمع أنه هذا يقول لك كان عادي يستعد الهجوم وداعش كروا وفروا يومية جاي للعراق ورايحين ما سوا وهو هذا اللي يقولون نحن نحرر العالم دعش فر تصبح وبدقائق غير المعادلات ويحد الصواريخ ويحد الناس وكل شي يسوي شاشماله ما فر صبعة يا أبو لو فر صبعة زين كان هذول الالفين وسبعمية الفقراء المساكين الشيع الراحة وضحايا ووقع وبيض من لا يرحم بيت أفسد الخلق خلقا واخلاقا ذبحوهم على الهواء لكن هاي لو ولا كان الأيزيديات الطاهرات ينسبن لكن يدري لو سويها الخطة بأساسها تفشل ولا يخلون إيران ولا سليمان يستويها هم اللي يردوها لعد علشنو هاي هم ضربها بالقندر أبو السوس ما ظل عنده غير يضحك على التاريخ وعلى الحقل وعلى الدنيا وعلى الضمير فاعتبر أنه هاي إذا وضع العدو بلد مسلم آخر اعتبر الموصل وبالتالي الثلث الذي يحتل كل من قبل الداعش هذا في بلد مسلم آخر فأصدر فتوى الدفاع الكفائي من هذا الأساس هاي تتذكروها إذا بلد مجابرة وصارح ليه احتلاله واعتداء على أهل البلد عيني لكن البلد المجاور شوف خلصتهم سبيع اعتبرهم عيني لأنهم ذولاك يسووا سنة مو هو زين هم هو مجاور فسوا كفائي زين لقى هاي الحلة شرعية هاي أنا اترك لكم خليه مغني يغني بتقسيم القيقراء خلي شاعري تسكتل قصيدة تقسيم لا تقولوا حاليا قذر هو وقصيدته وغنيته زين إحنا دعا مفتي يفتي به شفتوى ما نعتبرها قذرها زين لكن هنا بها خلل واحد ما عجب سليماني هو اعتبرهم مسلمين تكرم عليهم وهاي الفتوى الأولى العلنية التي لا ينطق غيرها السستاني ولا يمكن أن يفول جهاد لو تنقلوا بالدنيا ورح نوضح لأصبار كما قلنا هنا إجهال سليماني قال لك يا أولد إنت نعتبرهم مسلمين لعد إحنا علي شنو لعبنا اللعبة كلها دفنا سبو علي شنو وطببنا داعش خلينا 2700 شعب شيعي ينقتل حتى يسيل دمهم على أرض السنية ونزرح هذا الكرة ونزرح هذا الرعب عند الشيعة حتى بعد يظل هذا إلى يوم القيامة هذا الدم ثار مثل ثار الحسين أنت سألها مسلمين يعني شو ما نحتاجين ندافع عنهم يعرفون كل زين اللعبة ترى تحرير وحراض ومدري شنو سستاني بحش شعبي القوات التحالم 85 دولة كل طلبوا وقالوا واخرون بس ومماغرات عاملة المدنيين نحن لا نريد نزل على الأرض ونحمل المدنيين ونطو فترة طويلة جربوا وحموهم وثلاث سنين تفصيلاني وبالعدلة ومن مواقع التحارف زين هنا إذن قال له المتطرف في السليماني والشيعة المتطرفين اللي هم قادرين والمتطرفين السنة اللي هم قادرين أيضا مو سن العادين ولا شيعة العادين يعتبرون الدين الإسلامي هو الشيعي هذا المسلماني يعتبرون الشيعة وغيره من الذهر السني كافر أي مدهب آخر المتطرف السني نفس الشي هم يعتبر الشيعة كافر وروافظ ومدر شنود ولا مو مسلم وغيره ونسلم وهذا ما حمله البغدادي يجعل العراق على أساس يطلع المذهب يجعل الشيعة مسلمين وسليماني هم يريد يروح يسوي السنة مسلمين اثنين هم الرحم قدر واحد فهنا السسطاني شوف نانلوت يعتبرهم مسلمين ولهم جزاء العراق انطع فتوى وهي اللي يقولون أخذها مننا قوة انطع فتوى بالجهاد الكفائي أي الجهاد الاتدائي وقال له هاي سرية ظلوا بس تحكو بها أنا مترسم وقل بيها هاي الفتوى رقمتو زين هاي هنا الجهاد الكفائي وهاي الدفاع الكفائي هاي إذن انطع سرية شوف اللوت بدوى علنية ما يخالف وجزاء العراق بس اعتبرهم مسلمين والطفتوى لسليماني ما اعتبرهم مسلمين شوف هاي المخاتلة وهاي من طبعه وهم شوية رح نذكر بيها فلذلك هنالك إذن فتوى علنية اسمها الدفاع الكفائي وجه ولا ما وفتوى سرية اسمها الجهاد الكفائي ولا ما معنى انت أصلا هاي ما ترد إلا قليل الدفاع الكفائي لو تبحث عنها في جوجل أما تجي 149 ألف مرة منصوبة للسستاني هنا حتى يرحون يغيرون الدين وهنا أيضا بهذا الجهاد الكفائي تبي بيها محفزات وهي الغنائم والسبايا هي هذا نال بحنجر دقروح هي هاي وتغييدينهم طبعا عن سليماني هاي شنو ذا المنطقة السنية هاي لازم نغي هاي الهوية هاي شنو خاصرة من هلال الشريعي جاي نخطط حاليا سنيون زين هذا مخاتلة السستانية هذا كذبة لعبها راد نوبل شال تفخيذ لعب ما عبرت على ثوار تشرين هم خاتلهم نفس المخاتلة ونفس الملاعبة يظهر أحباء أنا وما دروا شنو ولا ترجعون لبيوتكم لكن هو سبق رادشتون يغضرهم سبق حكما شرعيا اعتبر فكة الحلق على الميليشيات وعلى قوات الأمنية هل يقتلوهم محرمة شرعا هل يقتلوهم بضرور صازح هذا تبق حلق زين ثم اعتبر مقرات الأحزار تحت مسمية المتلكات الخاصة هم خطيئة اعتدوا على بيت خاصة ما الناس اعتدوا على دكان هم اعتبرها من المحرم من الحرومات والمحرمة شرعا ثم صدر فتوال مشؤومة السودة المثل وجه في يوم 15 دعش 2019 قال لاحقوهم اي قتلوهم وحاسبوهم اي سجنوهم وطابعوهم إلى آخره الذين اعتدوا على المحرمة لأن هذه الأعمال المحرمة شرعا وقانون التي هو حرمها شرعا ما اعتقد سستعني بمفهومه اكو الله اذا اعطى فتوى سرية بالجهاد الكفائي للولعين الهدف منها الشنو الهدف من هذه هو انه نشر الدين لا يغروكم المذاهب السن دين والشيعة دين السن يرون ان دين الاسلام هم والشيعة يرون ان دين الاسلام هم داعش دخلت على هذا الاساس والشيعة في الجهاد الكفائي يدخل المنطقة على هذا الاساس هو ذول المخالفين النواصد يريد ان نشيحهم بداخلهم يريد نسويهم مسلمين صدق الواقع على العرض معنا حسينيات الفرضت على تلك المناطق التقوس الشيعية فرضت على تلك المناطق قام يوارسوها معسسة باسم الخمين بالموصل ويمكن جامعة يريدون يسوها ما يسوها وتفرض صور العماء غصبا تشيح هذا الأدلة الواقعية الأدلة قدام عيوننا واحد المنطقة خليوا يحشون لماذا أرادوا جهاد سنجيكم طبعا قبل هاي هنخ نمطيكم دليل قلنا هذا الدليل رح نمطيكم اعتراف اذكركم ورجع عيدة تذكرون التسريب مال باقر جبر جبر باقر صلاق ماذا باقر جبر صلاق من قلة هذا المصلاوي كان سني وسونا شيعي قل دزيتو بتقرير للمرجعية شو هو هذا دف الفتوى سجلون أعداد الذين كانت غير مدى بهم أو سوناهم مسلمين حوالناهم من كفرة انا رايح اتوقع الماكل عليكم اي اتوقدي حير روال البيع حير الله والدى شيعي لا هب several شيعي حير الله والدى شعي هب باسب後 نفس المصلاوي نفس المصلاوي لا لا بالتجاه الحدود السورية سورية هو اي مصلا 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 يصنع مصلا لا لا نصقص السورية واقص حجي مختصر خبرت بشعية لا وصل وصل تقريب بس حجي نكونوا خير اذا لماذا ارادوا جهاد الشيء الثاني الجهاد شنو الجهاد مو دفاع في بلد المسلم الاخر هاي ظلت اليه تبرهم مسلم الاخر جهاد يبيح السلبة والسلم والسلم شفناه وكان الاعلام الايراني قوي بحيث على موضة اللاجة قالوا ها قدموا الثلاجة على العرض وهو باقي ثلاجة هايا وراها قاموا وقالهم من تبوقون بعد لا صورون صدقوني حتى المهد ما للطفل الصغير اخذوه من السلم انا عندي ويحشون بس المساكين الان هم تحت سيطرة شوفوا شنتوا مظلمين يا شيعة وحلوكم الخيسة ما تفقوها وأولكم مرجعكم وكتو زمن صدام وذيك المستقلة تشهد والجزيرة تشهد وكانت انا مع المظلوم نعم يقولوا علي انقلب نعم انقلب مع كل مظلوم اروحوا ياه باتر ذات سنة سيطروا عليكم وظلموكم اانوا ياكم ضدهم اليوم ذولا مظلمين مو انا ما عليك كمذهب دولا كبشر كناس انا مو كالجين وما لي علاقة بيهم بكتو كل شي منهم اما المسألة الاخرى وهي راح احتيها بس اعتذر هم بدي يحتيوها والولايين يتباهون بيها اشتواب والاعراض السنية ومو لان قلتها قلتها من صلخوا هذا الطفل الشيعي يمساحت الطيران وقال له لمؤخرة امك اش كبرها وفتريتوا بقتها اعتذر صدام عنها دي صدام قاعد عليهم سفلة وعملاء وانا قلت لا قلت لانت شاهد ببكتها هم تكبروها اعتذر الصدام على هم عذرته لا انا ما اعتذر الصدام ولا اعتذر كل احد انا يعني هاي طلع هو عضبط مني فعندي استعداد للي اكبر احده من يكون هو صح وانا غلطة قلتها صح هم ما خلي يستغلوش منه قلت وبقتها شقلت قلت اذا هاي هذا شيعي ونصبق داد لعب ويتسويت ولعب من طبيته وعلى السنة سويته بيهم وخلي سوروح تسمعوا الحديث انت صور دولة وطبعوا على بلاطق اعتبروهم كفر ارجع وكرر هذا لا يعني بانه بالشيعة اشرف من الماء اطهر من المي وعرف بيهم اللي يستشهدوا وشبابهم الراحة بكل حرقة تقلبوا هذا قلت لكم بقصيدة يا بنت دليم هذولا راحوا وكنوا جوا الطراف فشوفوا اللي يسوا السستان يسوا المجاهدي شنو اولا عطل الاستعدادي وكان منع تجول طبعا بالموصل منعوا تجول حالناس طببوا عليهم داعش اي معروفة وخلوا الجيش ينسحب ودمهدوا لهم الطريق لا سنجار ماكوا الاستعدادي ولا بذن شاتم مو اكون فتوة وطرقا عليش بنات السنجار راحا مو تقولون بصمع واحد بيهم واحد في داعش ظلتوا غصبا على خشمكم التانون القرار اللي قال الكونجرس ثلاثة سنين احنا مو ازواج ثلاثة سنين اربع سنين ظلت تقريبا هي ترزخ تحت الاحتلال وينكم ووجيفتكم بني راحا نشوفوا الاحراض فاشتووا وصووا وشغلة حربهم وانوخذ في هاي الفكرة انه السني قلتوها يا شناب قلتوها لازم نكسر عينهم قولوها بما تقولوها فجابوا مسألة العرب وما كانوا قادرين على دراها حتى شنو حتى هذا الشيعي جاب عمره زمانه مقفخة قبل يطلع يصير حامي حرض والسستان يصير حامي حرض ولو بيحرض تشامز بانصر دام بهم خير ثين وبالاخير اللي راحوا بيها ولاد الخايبة ذولة راحة إذا مات منهم شماح الذولة مات لين طب بيبوق بالبيوت المفخخة لو لاكن راحة ونسوانهم ما يطلون هنا اللي 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 ما رأي الشهداء بسرعة سألوه طبعا أكو ناس هم تطوعوا بالحشد وكذا عملنا السن السني أول يوم نروح بالطرق بموقعة المرتع إلا أن نتم المعاملة شيعية عطلوها من ترجع تجي تراجع يقل بيها برقة لو ما بيها برقة ثم مطفال ونجبرا على المتحة هي أعراض حميتوها هدني سال الشهداء سويتوها متحة والسنيات سويتوها واليزيديات راحة يا أعراض الحميتوه أكو عرض هتك غير بزم ما هتكت العراض بزم نحن رشيد ما هتكت العراض بزم ما هتكت العراض هتكت العراض بزم وزم منحام عراض تلاحظ أنت غصبا عليك شوف الأسود تقول هذا اليوم حقيقة فلذلك هذا الجهاد مجلبين به لأنه يبيح السبي والسلب هو الإسلام يجع هو من يرحون يخزون شي يسوون من يصير جهاد كفائي من يصير جهاد كفائي يعني ابتداعي شي يسوون ما هتكوا نعيم ما هتكوا سلب ما هتكوا سلب نسوان أمهات الأئمة تقوله نعيمات أغلبين كثيرات أمهات الخلفاء مجل نأتي لماذا السستاني لم يأتكوا رأسا جهاد السستاني مخاتل يشتغل نوبل ويشتغل على البرا كلمة جهاد هو أول ما إجاء وراد نوبل وراد يسوي النفط يأخذه النفط باليوم يطب لها بقرابة 500 مليون من 300 إلى 500 مليون 8 ملايين يصدرون بس الميليشيات والأفغان والباكستانيين والإيرانيين يجعبوهم ومن الدولة يأخذ 20% فيحتاج فتح حسابات عند حساب الحكومة العراقية يحتاج حساب برا والخزينة فطرح نفسه على أساس هو مسالم أول عملية شال كتاب الجهاد من رسالة العملية أتحدى من إليا لدي لكن خوي بأكس بزواري شال لا بل إنه مرة وحدة ما إجا الجهاد عدة بكل موقع غير مرة وحدة وبسطر ديقول طرح أنا ما لي غرض وتفضل وشوفوه هذا موقع بصحبة موقع السستاني شوفوه هاي الاستفتاءات الجهاد مسحي وكل اللي محشي سؤال طبعا رتبوه حتى يودونها للغرب وللبنوك هل الجهاد في سبيل له واجب الجواب الجهاد مع المحصوم عليه السلام أو نائبه الخاص واجب وهو حكم شرعي يعني عاني كنائب عام ما إلي هاي غدخل بالمسألة طب هاي بس عنده زمن المحصوم والنائب الخاص هو نائب عام اعتمر تراني ما علي يا عالم هاي رسالة للغرب الغرب أنتم حد نحن المسلمين وبعض من العراب المجاهد كلمة محترمة محبوبة تقابل مناضل عند الغرب المجاهد المسلم إرهابي فتنسد حسابه بالبنك مباشرة تنسد حسابه تنسد حسابه ما لا علاقة وشنه عندهم حجة أنه أنا ما أرجحك إذا ما أكاتب شي يروح لغيري إذا أنا ما أكاتب كتاب بالطهارة بالنجاسة بالصلاة بالجهاد أنا ما أكاتب روح لغيري شوف هاي المخاتلة أمام الغرب يمدوا بأنه ما لا علاقة لغيري لكن يدري مثل ما شالتف كذا نضيحة منها سوها منها مثل ما سووا أحكام شرعية المخالفة للشرح قبل هيصدر فتاة وحكام شرعية يحمي القوات العملية يعتبر الضرب ومالتهم غالب الشرح ثم هيصدر كتاب المتضاهرين هاي طريقة التلاعب زين فطبعا دبت قال له لكو جهاد نسمع نقول جهاد كفاية قال منو عاني دفاع فاشسوه وشوف كلاو شوف كلاو إنه يا بريد منك بدت تشرف على حساباتها بلندن بريطانيا بلويدز ولويدز هو اليسيد رحي كل البنوغ المهم أنا منقصد به والكشميري بعلها وبعد يرقع بالمهرجة حتى نقدر هذا اي فطلعوا لهم كلاو ريد هدية معنوية لشهداء اللبوا الفتوى شهيد المعروف بالإسلام شهيد قبل الجنة يشفح للجبان الماشا لا هو ولا ابن سلاح لو بالعكس الجبان الماشا لا يشفح ذات ابنك هذا ما معنوية ابن ما ساهم بي كل الشيء لا تي لهم بل نطينا فد ورقة لهم الورقة تعهد بنج راد الخط بأنها دفاع وليس جهاد من الأب الروح المؤسس وقع وفا بلو شوف هذا موقع مؤسسة ولي العصر للدراسات العلمية المرجع السستاني نبطينا الشهداء الدفاع باوع يقولهم كتبنا كتب المرجع الديني يخص شهداء فتوى بتكريم المحنوية وقال مصدر مطلع بالحتبة العباسية للحتبة تقوم منذ ثلاث تحكير بانا ويرح جمع شهداء الفتوى زين طبعا نشوف هم يصون فتوى الدفاع الكفائي التبه لها تابع لهم العتبة المصدر شي يقول ان المشروع طلب من سماحة المرجع الديني تكريما معنويا خاصا بالشهداء لك هم شهداء كرم هم معنويا فكتب بنفسه رسالة لهم تظهر حظمة منزلتهم زين بسم الله الرحمن الرحيم ان لشهداء الدفاع الكفائي حقا عظيما علينا جميعا ومنزلتهم رفيع يغبطون عليها صلى الله تعالى يحشرهم مع انصار حسين بموقعها بـ 1436 هذا هذه المخاتلة ورقة راحت ترجمه دفاع دفاع ومصر واتحدة ليجيب لنص من كل مواقع ما الحجد للحتبات وما للحتبات وما الوكلاعة وما الخطب الجمحة وما خطبة النصر وما شي يلفط بها كلمة الجهات أتحد إذا التمزل بجيبه ودعو الزلم أخلي يقول جن قلت لكم طبعا بجوجل تلقون 150 رايف مرة الدنيا متروسة لماذا يمغلز لماذا يمغلز لماذا يمغلز لماذا يمغلز مهي محقوق فكرية وماذا يبوغوها يشوغوك يعني انت كاتب دار يقولون أبوذية ماذا يعني يعترض جن انت على أصغر منها تكذب من يعرف القضية صديقنا المرحوم روح الله زمن هذا كانت عدة قناة كاليغرام بفرنسا معارض جميل دع بلوه برسالة من المرجعية قروها القصة جاب المغداد تعال المرجع يريد يشوف كوسستان يثق بطب والمطار سلم ونعدم سلم الهيران ومحد يعني قصر كذلك ومنتشرة مثل ما منتشرة جهاد 149 ألف مرة قارنو عسبوها ليش تكذيب راح وتفضل هاي وكالة ناس يوم 12 ويوم 17 12 2020 العنوان راجعين للعراق تصال نادي كبار مسؤولي الجمهور الإسلامية الإيرانية وطلبنا منهم أن يقدموا ما لديهم من توضيح حول تلك الادعاف وهذا الطلب قد أكدنا عليه مرارا وابدان على توجيه سماحة السيد اجتمع منتب سماحة في إيران ومدير برتبه يقوم حجة الإسلام جواد الشهر الثاني برئيس السلطة القضايا أبراهيم رئيسي المتبعة القضية بتاريخ 21 من شهر أكتوبر 2020 وأخيرا في تاريخ 20 من شهر نوفمبر 22 أبلغت السلطات الأولين المعنية ممثل سماحة مكتبه النجف الأشرف بأنها تنفي باشك القاطع لإسن سماحة السلام للقضية عصفور كفال زلزور ومدر شهد الزلزور طبعا آي آي شوف شوف المزعط والله مزعط والله شوف تعال يا إيران يقول إحنا ما من دخل إيران هذه تكذبت ست شرطة مرة تعينه حرص حدود قايلين جابين ورقة من مرجع من محمد سعيد الحكيم بز كتاب ابن سستاني وقلب الدنيا وحاكمه ونشرناه لكم المرجعية مالها دخلوا حاسبونا وقلوا لنا على ست شرطة هاي ليش ما يقول اذا نحن نحتاج يوم واحنا راح نشتغل على الشغل ما عبارم ترى انا بالنسبة لي الان اللي كان عنده استعداد شغل حقله ويتغير يتغير واللي مقفل بعد ومستحيل يتغير انا خلص يعني بنا البحوث هنا راح نشتغل على الشغل ما نجوز سيأتي اليوم مثل ما انكشفت العرض عن المقابر الجماعية وجرائم صدام ستنكشف المنطقة الغربية عن العهر المارسو والمتسرقات والاعتداء على العراف انا على ثقة والجرائم راح تنكشف جاهد دفاعي والدليل قال دولة الدفاعي ينتهي بزوال الخطار ياش قال ثبثوهم قننوهم وصولهم وصدر فتواف حكم شرحة صدر تقليل على الحكومة والمساكين اللي راحوا قالهم بعد احنا من احتاجكم دولة الشيعة لقلوب الطيبة الشيعة لنقياء شباب الراعين اللي الان لو كسروا وظهروا وقلوه اتبع بالشارع لو مرتقاموا يستغلوها لو اطفال حالو ضيف حالهم دولة روحي لهم الفدة دولة ابوسوا طراب رجليهم وطراب قبولهم هذول الشيعة على راتي شيعي موهن شي وقلكميها من الان لا شيعي ولا سني يقبل ينطبنت هدية الاجنبي كذب حتى هاي جهاد النكاح كذب كذبه طلحه بن جده ووخو الوزيره وقلو اللاموند اللاموند مجلة عريقة زيان انا ده اصار عند مجالة طلحها بس انا مارد اخذك من الحديث زيان اللاموند مجلة عريقة كتبت الجهاد هذا سووها السوريين جهاد النكاح جابه وفتوى نزلوها بتغريدة باسم محمد عرافي محمد عرافي ارهابي قاتل وعبه يعني صحيح بس طلح رجال غير شدي بما لي علاقة ثم اللاموند كشفت شنوان عاية بتويتر وحد هذه الحروف وازياد المسروح به بتويتر متويتر تاكست النص انت كتبها المنشور محدود شالوها وضعوا قال ها لا قال هفد واحد مجهول ذوبة ما له وجود ولا اكسني انت بنته او اخته لغريب او هداه الى بهاي الطريقة هم اشرف من هذا ولا يسويه شيئي بس ما يسوونها غير الولائيين الجياف هؤلاء الملهم وفتواهم وحمايمهم وحتى مقدساتهم تحف كندرتي مع السلامة اشتركوا في القناة